ما الذي يجري بين قوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية في شرق سوريا؟ يعني شهدنا ضربات أمريكية أيضاً كانت هناك رد من تلك الميليشيات وهذا الرد أيضاً أوقع عصابات في صفوف الجنود أيضاً الأمريكان في المنطقة لماذا الآن تصعيد بين القوات الأمريكية والميليشيات؟ وما الأسباب الحقيقية لما يجري؟ أستاذ محمد يعني نلقي نظرة على توزع الميليشيات الإيرانية في المنطقة الميليشيات الإيرانية على الضفة اليمنى لنهر الفرات اعتباراً من معدان التي هي الحد بين محافظة الرقة وبين دير الزور ثم تسير شرقاً إلى جنوب الشرقي إلى أن تصل بوكمال الضفة اليمنى هذه لميليشيات إيران وفي مدينة دير الزور داخل المدينة يوجد جيب باتجاه الضفة اليسرى وهو جيب الوحيد للميليشيات بعد جسر السياسي الذي هو الجسر الوحيد الآن في دير الزور بين الضفة الشرقية والغربية وقريتين حطلة ومرات التي حولت إلى حسينيات والاطميات وإلى آخره هذا الانتشار حق الكونوكو يبعد عن هاتين القريتين التي هي على الضفة اليسرى لنهر الفرات أقل من ستة أو سبعة كيلومتر أقل لأنه هو عن مركز مدينة دير الزور 11 كيلومتر ومعمل كونوكو يعني هذه فقط توضيح لمن هم من خارج المنطقة يعني يسمى خطأاً حق الكونوكو هو ليس حقل هو عبارة عن معمل لضغط الغاز وإحالته إلى غاز سائل إحالة هذا الغاز وتعبئته بالقناني للاستخدام المنزلي ومساحة معمل كونوكو كاملاً معه يعني بمحيطه الخارجي لا تجاوز يعني تقريباً يعني ست مرات ملعب كرة القدم يعني يعني منطقة صغيرة جداً وتوجد بجنبه معيزيلة معيزيلة أيضاً ليست قرية هي أرض بور تسمى منطقة معيزيلة هذه الضربات التي وجهت باتجاه معمل كونوكو مؤخراً وسابقاً يعني لم تصل إلى محيط المعمل جاءت بمنطقة معيزيلة التي يعني هي محاذية للمعمل أو ملاشقة له هذه التي قامت بها إيران والضربات التي ضربت من منطقة المزارة في الميادين بتجاه حقل العمر الذي تحول هذا الحقل هذا حقل ضخم وتحول إلى قاعدة أمريكية بالإضافة لكونه يعني عمله الذي ضربه في الخامس عشر من الشهر الشهر الحالي نعم فضربته الميليشيات الإيرانية من الضفة اليمنى للنهر باتجاهه وأيضاً جاءت يسميها الإيراني صواريخ هي عبارة عن مقذوفات صنعت في مدينة الميادين ولها معمل في منطقة المزارة بالميادين يعني بدائية تماماً وضربت وجاءت حتى يعني لم تؤذي أي أحد لكن اسمها ضربة على القواعد الأمريكية هكذا إيران فعلت وكان الرد يوم البارحة رد قاسي جداً على الميليشيات والميليشيات لا تملك أي مقاومة يعني الميليشيات الإيرانية منثورة بشكل أشوائي في المنطقة حتى إيران